أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطون ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظنان كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاغرفوا بذنبهم فسبقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم للغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قونكم أو اجهروا به إنه عليم لذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبين هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكنوا من لزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف مكم الأرض فإذا هي تمور أمنتم من في السماء أن ينسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذين ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكين أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبر ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء مصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي ينزقكم إن أمسك نزقه من لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ترجمة نانسي قنقر